إعلقتك بمحلات العصير يعني دفع لهم كام عشان يعودوا يحطوا لغنية بتاعتك على طول طول الوقت يعني الناس كده لذيذة على سوشيال ميديا لا أنا أقول لحقرتك الحق بيعلقوا على الموضوع ده الصعيدة ربنا يبارك فيهم وليه الشرف بانتماء لهذا الكيان الأصيل والصعيد المصري الأصيل الصعيدة بسم الله ما شاء الله يعني على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فقط يعني احترفوا هذه المهنة ومن ضمن الحاجات الكثير اللي احترفوها يعني عندك في بلد عندنا اسمها بان اسميع دي لما تروح كندا تلاقي محلات العيش الآلي والمخابز الآليب من البلد طيب عشان الوقت تقول لي بس جملة من الأغنية دي ليها منتشرة جدا لا ليها كده من فرط الجمالة أنا طبعا ما فيش محل عصير إلا ولازم نشغلها أنا يعني كمان هروح اللي هما بيدوا التصريحات بتاعت الافتتاح السجيل والتجارة عشان يعمل محل عصير لازم يحط فيها إنه لازم يشغل أكادو من فرط الجمالة ده ده أساس يعني أساسي طيب خد بالك أنا ما عنديش وقت كتير وهي محل عصير مش هيشغل أكادو من فرط الجمالة أزوبة يا جماعة نسحب منه الرخصة معنا أكيد بالضبط